موسيقى مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية لتباعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف مئات القتلى والجرحى والان نستعرض ابرز ما جاء في الصحف حول العالم عن هذا الموضوع نبدأ بالشرق الاوسط التي كتبت ان الديوان الملكي المغربي اعلن ان الملكة محمد السادس ترأس جلسة عمل مخصصة لبحث تدعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في المملكة وعنوانت الصحيفة ملك المغرب يواجه بالتكفل الفوري بضحايا الزلزال ويعلن الحدادة ثلاثة ايام اضاف البيان بحسب الصحيفة ان الملك استعرض الاجراءات العاجلة التي اتخذتها مختلف القطاعات المعنية ومنها دعم فرق البحث والانقاذ من اجل تسريع عملية انقاذ الجرحى وتزويد المناطق المتضررة بماء الشرب وتوزيع مساعدات غذائية واغطية على المنكوبين واستئناف الخدمات العامة بسرعة واشار البيان الى ان القوات المسلحة المغربية وفرت بشكل عاجل امكانات بشرية ولوجستية جوية وبرية وكذلك نشرت وحدات تدخل متخصصة للبحث والانقاذ ومستشفى ميدانيا اكدت الصحيفة ان الملك محمد السادس امر بالتكفل الفوري بالاشخاص الذين فقدوا المأوى وكذلك فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب لطلق التبرعات من المواطنين والهيئات العامة والخاصة افادت الصحيفة ان الملك امر بالاعلان عن حداد وطني لثلاثة ايام وتنكيس العلم فوق المباني العامة بالاضافة الى اصدار تعليمات باقامة صلاة الغائب على ارواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية ينضم الينا من الرباط عبد الرحيم العسري رئيس تحرير موقع هزبريس اهلا بك معنا عبر شاشة الغد تعزينة لكم ولكل الشعب المغربي العزيز بداية دعني اسألك عن عمليات الانقاذ ورفع الانقاذ الى اين وصلت وماذا عن الجهود والاجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات المغربية نعم تعزينة الحارة لكافة الضحايا الجهود يعني متواصلة باستمرار التي تتوقف ليلة نهار لاحظنا للأسف معطى ومؤشر سيلبي اعلنت عنه وزارة الداخلية يوم مساء امس عند الحصيلة العاشرة مساء بحيث لاحظنا كقراءة في الحصيلة عن تضاعف معدلات الوفيات والاصابات بحيث تجاوزت عدد الوفيات 2000 وفات بعدما كان قبل بساعات 1300 وفات يعني نحن امام تضاعف الارقام هذا مؤشر ينذر بارتفاع الاصابات يعني بنظر الى ان الكثير من القرى اختفت نهائيا وتحولت الى ضمار مما يعني ان عملية الوصول الى ناجين وتحديد عدد المفقودين هو عملية جد معقدة في هذه الفاجعة الانسانية هل دمكنت فرق الانقاذ من الوصول الى كل القرى لسيما البعيدة منها والتي يصعب الوصول اليها بحسب الاخبار التي يعني تنشر على وسائل التواصل الشماعي والنشطاء الذين يتواصلون معنا من اجل يعني ايصال للآت الاستيغاثة لم يتم الوصول الى حد ساعة الى كافة المناطق لان لان المنطقة يعني تضاريسها المنطقة يمكن ان تجد يعني بيوت من عشرة يعني اشخاص او من عشرين فرد يتواجدون في منطقة بعيدة وعندما تدمر بالكامل يعني يصعب التحديد هل يوجد في هذه المنطقة يعني هل هي اهلة بالسكان ام لا يعني تتحول الى حطام لذلك استعانت يعني القوات المسلحة الملكية لأول مرة بطاقيرات بدون طيارة وبعني لتحديد يعني اماكن محتملة توجد فيها يعني يعني المفقودين وانقاذوا قد يعني نجحت القوات المسلحة الملكية اعتقد يوم امس في تحديد بعض 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 معالم وجود وجود الضحايا في منطقة شيشاوة حيث دمرت قرية نهائيا واختفت عن الانضار لكن بمساعدة يعني وسائل المتطورة تستعملها القوات المسلحة الملكية يجري الآن التحديد الكثير من 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 الماء الاماكن البعيدة المتضررة ما المطلوب الآن ما الاحتياجات للتسريع من وطيرة العمل على رفع الانقاذ وانقاذ اكبر عدد ممكن من البشر اعتقد ان بتضافر الجهود الدولية لاحظنا يعني 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 الفرق الدولية فرق الاستياغاثة بدأت تصل الى مطارات المغرب منذ منذ يوم امس وصلت من 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 الامارات اعتقد ومن ومن اسبانيا ومن فرنسا ومن تونس ومن كثير من 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 الدول الشقيقة وصديقة للمملكة المغربية هذه الفرق يمكن ان تساهم في تعزيز يعني عمليات الانقاذ والبحث يعني لم شمن الجهود وتكثيفها من اجل يعني احتواء هذه الفاجعة في اقرب وقت ممكن لكن الاكيد كما اشرت لان هذه العملية هي جد معقدة بالنظر ايضا الى الى طبيعة التضاريس في المنطقة وهناك ايضا بعض الطرق المقطوعة التي تعمل عليها وزارة الوزارات المعنية بفك الطرق اولا من اجل الوصول الى هذه المناطق سيد عبد الرحيم دعني اسألك كيف تتعاملون مع الاخبار الزائفة التي تنتشر بهدف نشر الرعب في مثل هذه الظروف الصعبة للأسف هذه يعني زميلة هذه نقطة يعني سلبية للأسف يستعملها بعض عديم الضمير والمسؤولية من اجل الترويج لاخبار الزائفة واطارة الهلع والبلبلة ونحن في موقع هيسبرس مثلا يوم امس تعرضنا نتعرض لكثير من استغلال الهوية البصرية لجريدة هيسبرس من اجل لانها يعني الجريدة الرقمية الاولى في المغرب والتي تحضر بمصداقية يستغلون هذه الهوية البصرية من اجل تأكيد الاشاعة ويوم امس اصدرنا يعني تنبيها والسلطات المغربية تتعقب الآن يعني هؤلاء هناك من يتير يعني البلبلة مثلا يوم امس كان حديث ان سويكون صنامي سيدرب المدن الساحلية المغربية خرج الناس في الدار البيضاء كان هناك حديث يعني عن هزة كبيرة خرج الناس ليلة امس الى الشوارع وفي اقادير كان حديث عن هزة ارضية كبيرة مرتقبة ليلة امس وخرج الناس ايضا الى الشوارع كل هذه الامور غير صحيحة وتنشر في اطار يعني خلق البلبلة ولكن يعني وسائل التواصل المهنية موجودة تقوم بتقديم المغطيات يعني المهنية والدقيقة انطلاقا من مصادرها المهنية وانطلاقا ايضا من المغطيات والخلية المركزية التواصلية المشكلة على وزارة الداخلية هنا في الرباط يعني نحن نحاول في المقابل كإعلاميين مهنيين وكصحفيين بتكديم هذه الاخبار الزائفة ونشر انه يحاربوا هذه الوسائل التواصلية بنشر المغطيات الصحيحة والدقيقة ونتحرى من الموضوع قبل نشر اي خبر مرتبط بهذه الفاجعة الانسانية بالنظر لما يمكن ان يشكل خطورة على السيكولوجية الاطفال نحن الان يعني الاطفال ايضا يوم امس كانوا يتحدثون عن وجود الصنامي سيدربوا سيدربوا على السواحل المغربية واثار هذا الامر في نفسية الاطفال يعني ارتباكة كبير داخل الفسر المغربي حتى الكبار ايضا يتأثرون في وضع كهذا وينتظرون اي خبر او معلومة دقيقة على كل حال تفضل بالبقاء معنا سيد عبد الرحيم دعنا ننتقل الى مقال اخر في صحيفة نيويورك تايمز ونعود اليك اذا تسبب زلزال المغرب في سقوط المئات من الضحايا ما دفع العديد من المنظمات الى المشاركة بنشاط في تقديم المساعدة لضحايا الزلزال صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا عن الجهات التي يمكن ان تساهم في تقديم المساعدات لضحايا الزلزال بعنوان كيف يمكن مساعدة ضحايا الزلزال قالت الصحيفة ان جمعية الهلال الاحمر المغربي تشارك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بنشاط في عمليات البحث والانقاض فضلا عن تقديم المساعدة الطبية والنقل وتطرقت الصحيفة الى منظمة العطاء العالمي وهي منظمة تساعد الوكالات المحلية غير الربحية في جمع التبرعات حيث يتم استخدام هذه الاموال لتزويد الناجينة بالضروريات الاساسية مثل الغذاء والوقود والمياه النظيفة والدواء والمأوى ومع تطور الوضع سيتحول التركيز نحو جهود التعافي واعادة البناء كما اشارت الصحيفة الى منظمة اطباء بلا حدود وهي منظمة عالمية للاستجابة لحالات الطوارئ الطبية تقوم بارسال فرق الدعم الى المغرب لتقييم المتطلبات المحلية وتقديم المساعدة حسب الحاجة كما انها تحاول جمع التبرعات اما بالنسبة لأولئك الموجودين في المناطق المتضررة من الزلزال او بالقرب منها اصدر المركز الجهوي لنقل الدم بمراكش نداء للتبرع بالدم وخاصة من الافراد في مراكش عودة الى ضيفنا من الرباط عبد الرحيم العسري رئيس تحرير موقع هس بريس داني اتوقف معك عند السؤال الذي طرحته الصحيفة كيف يمكن اليوم فعلا مساعدة الناجين اولا وايضا المساعدة في جهود الانقاذ اعتقد ان المساعدات في جهود الانقاذ يجب ان تتوحد مثلا يوم امس اصدر الملك محمد السادس تعليمات يعني واوامر من اجل تعبئة شاملة لمؤسسة محمد الخامس لتضامن وهي مؤسسة لها تاريخ طويل يعني في عمليات الانقاذ وفك العزلة في القرى المغربية خصوصا في الفواجع يجب تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات مثلا ان تشرف مؤسسة محمد الخامس لتضامن على تنسيق هذه الجهود حتى يتم تكتيفها وعملية التنسيق تكون مفيدة في مثل هذه الفواجع حتى لا يتم تشتيت الجهود بالتبرعات الدولية يجب ايضا يعني فتح المجال لتبرعات لجميع من اجل المساهمة في الصندوق الذي دعا اليه العاهل المغربي يجب على الفاعلين الاقتصاديين ايضا يعني تكتيف الجهود من اجل اعادة اعمار المنطقة والاستفادة من تجارب السابقة مثلا في الزلزال يعني المدمرة الذي كان قد ضربة يعني اقادير اقادير كانت هناك تجربة في اعادة اعمار المنطقة يجب الاستفادة منها وعدم تكرار نفس الاخطاء وتسريع وتيرة اعمار هذه المناطق لكن بعد الانقاذ الجهود اولا يجب ان تنحصر على دعم الضحايا الآن دعم المتضررين ايجاد منازل لهم ايجاد التغطية ايجاد المأكل كل ما يزمون اضافة الى مواكبة نفسية للاطفال والاسر هناك حالات تدمي القلب يعني اطفال شردوا من جميع افراد عائلتهم اصر شردت يعني تشتتت بالكامل هذه يعني الان العملية يجب ان تشمل جرد هؤلاء وتقديم الدعم لهم بكافة المستويات عن طريق تكتيب الجهود ولمها وليس تشتيتها يعني طيب المقال يعني في نيويورك تايمز ذكر عدد من الجمعيات من جمعيات المجتمع المدني من الفاعلين هل من تنصيق بين كل هذه الجهات لتوحيد العمل؟ هذا بالضبط ما يجب ان يكون به انا وصلتني بعد الاخبار ان هناك قوافل بدأت تنطلق من مختلف المدن المغربية منذ يوم امس تجاه اقليم الحوز وتارودانت والمناطق المتضررة لا اعتقد الان ان يوجد هيئة تنصق هذه المبادرات المدنية لكن يجب التفكير فيها كفرع وقت ممكن يعني لإيصال المساعدات بشكل متساوي الى الجميع هناك نداءات استيغاثة تتحدث ان بعض انها بعيدة عن المساعدات يجب تكون يعني موحدة الجهود لتنصيق هذه المساعدات المدنية الجميل زميلتي في المقابل هو هذا الحجم التضامن والمساعدات يعني من المشطاء المجتمع المدني رغم يعني الفاجعة المأساوية التي نعيشها هنا في المغرب لكن هذه الصور التضامنية الجميلة المعروفة على الشاب المغربي يعني تفضي القلب وهنا ايضا نرى تضامن دولي واسع مع المغرب ان كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكل يتعاطف يتضامن ولكن كيف يمكن اليوم المساعدة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي كيف يمكن ارسال التبرعات لمن يريد ان يتبرع من هي الجهات الامنة او التي هناك ثقة بها بإيصال المساعدات للمتضررين كيف يمكن اليوم للمشاهدين ان كانوا يريدون المساعدة كيف يمكن فعل ذلك هناك الصندوق الآن الصندوق الجهة الوحيدة التي تم الاعلان عنها بشكل رسمي وقانوني انها ستتلقى يعني الهبات المالية هو الصندوق الذي امر الملك محمد سلس بانشاءه هذا زمانتي ما يمكن ان اقوله هنا في هذا الصدق يعني يمكن للجميع ان يساهم في هذا الصندوق سواء من هيئات مدنية نشاطاء من الجميع فعاليات اتصادية تنظيمات رسمية او غير رسمية ان يساهم في هذا الصندوق وهو مفتوح للجميع من اجل المساهمة اما بالنسبة للدول الصبيقة والشقيقة فالأكيد ان هناك قنوات سنعود لموضوع الدول في سياق حلقتنا تفضل بالبقاء معنا سيد عبد الرحيم فندق يملكه نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو يستقبل النجين من الزلزال الذي ضرب المغرب صحيفة ماركا الاسبانية تنولت الموضوع تحت عنوان فندق كريستيانو رونالدو الواقع على مشارف مراكش اصبح بمثابة ملجأ بعد زلزال المغرب اضافت الصحيفة ان الناس وعقب الزلزال القوي حاولوا العثور على اي مأوى بما في ذلك فندق رونالدو بعد ان امضوا ساعات في شوارع مراكش في اعقاب الكارثة الطبيعية ذكرت انه تم تصنيف فندق بيستانا سي ار سافن مراكش في فئة اربع نجوم ويتضمن مسبحا في الهواء الطلق ومركزا لللياقة البدنية ومطعما وشرفا نقلت الصحيفة عن مواطنات اسبانية قولها ان الناجين اضطروا الى المجيء الى المنطقة الجديدة في مراكش حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة اضافت ان الناجين تمكنوا من اللجوء الى فندق كريستيانو رونالدو الذي يقع على مشارف المدينة للحصول على غرف للنوم بعد ان انتظروا طوال الليل في الشوارع مرة اخرى ينضم الينا من الرباط عبد الرحيم العسري رئيس تحرير موقع هسبريس اهلا بك من جديد سيد عبد الرحيم يعني لو تضعنا باوضاع الفرين من الزلزال اين يقيمون الان هل تم تأمين الملاجئ لكل الفرين وماذا عن اوضاعهم نعم هناك تعبئة شاملة يعني من قبل اللجنة التي مكلفة بهذا الموضوع مثلا هناك يعني مخيمات بدأت يعني تستقبل يعني الضحايا واعادة يعني ايوائهم بعد تدمر منازلهم بالكامل هناك ايضا يعني تحويل حتى بالموضعات التي وردت الينا هناك تحويل العديد من المؤسسات الرسمية يعني كملاجئ لاستقبالهم مثلا يعني احياء جامعية ومدارس بالاضافة يعني الى تخصيص فنادق في جهة المراكوش القريبة من المنطقة والعديد من المؤسسات لاعادة ايواء هؤلاء في انتظار يعني بناء المنازل لكل الضحايا والمشردين كما امر كما وجهة التعليمات الملكية في هذا الموضوع لكن اكيد ان الوقت سيستغرق هذه عملية اعادة اغمار تستغرق وقتا يجب اخذ حلول عاجلة يعني قد تكون مؤقتة مرحلية في انتظار يعني اعادة اغمار المنطقة طيب يعني نتذكر زلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بعد هذا الزلزال وبعد الدمار الكبير الذي حصل الناس يعني جلسوا في خيام لوقت طويل ولكن الخيام لم تكن مجهزة كما يجب ماذا عن الوضع الان ماذا عن الذين باتوا في العراء هل يتم تأمين كل المستلزمات لهم من اكل من لبس من مشرب يعني هم تركوا منازلهم بلا اي شيء نعم يعني الصور والمعطيات التي شهدناها يوم امس تعبعت القوات المسلحة الملكية عبر طائرات الجيش ويعني اتصنفرت كل وسائلها اللوجستيكية انطلقت من الرباط ومن مختلف القواعد والعسكرية في مدن المملكة تجاه يعني المنطقة من اجل محملة بالمواد الغذائية والافرشة والاغطية من اجل يعني لمساعدة هؤلاء المتضررين الاكيد انه ممكن في اليوم الاول او اليوم الثاني يعني ان تكون هناك بعض الناس في الشارع لكن العملية الايواء تتم بشكل متسارع جدا كما شهدنا ذلك في مختلف اروبورتاجات والمعطيات التي نقلها مرسل جريدة هاسبرس من عين المكان هناك يعني جهود حتيتة من اجل ايواء الجميع المتضررين والتي بدأت بالفعل على الارض في انتظار يعني تصور شامل لعملية الاعمار والمؤسسات التي يمكن ان تحتوي هؤلاء المتضررين بشكل رسمي في انتظار يعني اعادة الاعمار كما اشرت لكن هناك مخطط استعجال يعني انطلق منذ يوم امس بتعليمات ملكية من اجل يعني تنسيق لجنة وبين ويزارية لتوفير كافة الشروط الضرورية لاعادة ايواء هؤلاء والمؤسسات المغربية بقيادة اعتقد القوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس لتضامن لها تجربة في هذا المجال بالنظر الى الزلازل زلزال الحسيمة زلزال اقادير كانت هناك تجربة في انشاء مخيمات والخيمة عسكرية من اجل ايواء المتضررين الاكيد ان هذا الزلزال الهائل المدمر هو الاعنف يعني منذ مئة عام في المغرب وكان مباغتا وغير يعني مستوقع لكن هناك جهود لتقليل الخسائر على مستوى يعني لتكفل بالناس وبالضحايا تجري الان تفضل بالوقاء معنا سيد عبد الرحيم كشفت تقارير اعلامية عن كيفية وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وعن السبب وراء تضرر المغرب بهذا الحجم الكارثي صحيفة التايم استناولت الموضوع تحت عنوان كيف تحدث الزلازل ولماذا تضرر المغرب بشدة اكدت الصحيفة ان الزلزال الذي ضرب المغرب ليس كبيرا عند مقارنته بالزلازل التي تضرب اجزاء من العالم ذات نشاط زلزالي مرتفع كالصين واليابان واندونيسيا وتركيا لفتت الصحيفة الى ان هذا الزلزال الذي ضرب المغرب نهزت قوته قوة نحو 30 قنبلة ذرية كالتي ضربت بها مدينة روشيما اليابانية وهو ما يفسر عدد المباني التاريخية التي دمرت في مدينة مراكش نفسها رغم بعدها عن مركز الزلزال بنحو 40 ميلا اوضحت الصحيفة ان دولة المغرب تقع على مقربة من حد الصفيحة التكتونية التي تمثل الرابط بين الصحيفة الوراسية الى الشمال والصحيفة الافريقية الى الجنوب وقد بدأت هتان الصفيحتان في الارتطام قبل ملايين السنين وهو ما تمخض عن تكون سلاسل جبالية كجبال الالب وجبال الاطلس في المغرب بحسب الصحيفة تتحرك الصفيحة الافريقية باتجاه الشمال بمقدار نحو 2.5 سنتمتر في السنة مما يولد ضغطا على الصدوع الموجودة في المنطقة ومع تراكم الضغوط يأتي وقوع الزلازل من حين لآخر ترى الصحيفة ان الزلازل لا تقتل الناس انما طرق البناء هي التي تفعل ذلك فلو اتبعت الطرق المناسبة في الانشاءات لبقيت المباني قائمة رغم الهزات نعود الى ضيفنا من الرباط عبد الرحيم العسري سيد عبد الرحيم ابدأ معك من ما ذكرته هذه الصحيفة انه ليست الزلازل هي التي يعني تقتل الناس انما طرق البناء هي التي تفعل ذلك الى اي مدى توافق مع هذا الكلام انا لا اتافق صراحة مع هذا الطرح لان شاهدنا مثلا يعني على مر التاريخ الزلازل دمرت الكثير من الدول ومن المباني رغم يعني حداتة البناء قد نقول على ان المنطقة التي ضربت فيها الزلزال في المغرب ضربت في منطقة تشكل فيها الفوارق المجالية كبيرة ونسبة الفقر مرتفعة مرتفعة وليست توفر على يعني اقامات سكنية متطورة لكن يعني في الكثير من الدول يعني المتقدمة كانت الخسائر كبيرة عندما يكون نسبة يعني الزلزال اكبر من سبع درجات على سلم ريختر هذه المعطيات يمكن يعني ان يؤكدها الخبراء الجيولوجيين والمختصين في الموضوع لكن من وجهة نظر ومن خلال ما اتابعه لا اعتقد انها بوجهة نظر صحيحة لان الزلزال متى حجم الزلزال مثلا كان ممكن ان يكون اكثر خسائر في المغرب لو ضرب في مناطق اخرى اعتقد ان كان لحسن الحظ انه ضرب في منطقة لا تتوفر فيها يعني بنايات سكانية مثل الموجودة في الضار البيضاء وعرباط وقادير ومثلا وطنجة يعني كتفة سكانية كبيرة لو كانت شدة الزلزال بؤلة الزلزال ضربة مثلا في العاصمة الرباط او في الضار البيضاء التي تتمتع بكتفة سكانية كبيرة كنا نشهد خسائر كبيرة في العرواح طيب يعني لكن المباني القديمة هي الاكثر خطورة عندما تحدث الزلازل هل هناك نية من السلطات لإعادة البناء بمعايير سلامة عالية تتناسب مع الزلازل بما انه المنطقة معرضة لزلازل لتفادي مزيد من الدمار في مرحلة مقبلة وماذا عن المناطق الاثرية وهي اصعب للترميم من العمارات القديمة هناك معايير معينة يجب التعامل بها عند الحديث عن مناطق اثرية عن مباني لا يمكن اعادة اعمارها في زمننا هذا الاكيد على ان المغرب ليس بمنطقة زلزالية كما هو معروف لدى الجميع يعني العدد الزلازل التي ضربها المغرب هو جد محدود وهذا كان هو الاشد منذ تقريبا منذ قرن يعني ان لم تكن هناك اي توقعات ان المغرب يمكن ان يشهد زلزال من هذا الحجم لذلك لم تكن هناك استعدادات قبلية في طرق البناء لكن الاكيد اليوم يجب الاستفادة من هذه الفاجعة من هذه الكارثة وتأهيل البنايات الجديدة التي يمكن بنائها سواء في منطقة الحوز او في كثير من المناطق من اجل يعني بناء بالطرق التي يمكن ان تكون مساعدة في صد ارتداد الهزال الزلزالية وهناك تجارب مقارنة في الكثير من الدول يمكن استعداد منها في هذا الموضوع لكن الاكيد يعني لم يكن احد يتوقع حدود زلزال بهذا المستوى في المغرب بان المنطقة ليست زلزالية كما اشرت بتاتا من حسب الخبراء والجيولوجيين ولكن منها الافضل يعني اخذ الحيطة في المستقبل تفضل بالبقاء معنا سيد عبد الرحيم اعود اليك بعد متابعة صحيفة الشروق الجزائرية قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الانسانية لاغاثة ضحايا الزلزال العنيف التي ضرب عدة مناطق في المغرب صحيفة الشروق الجزائرية تناولت الموضوع تحت عنوان الجزائر تفتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى المغرب تناولت الصحيفة مجاء في بيان للرئاسة الجزائرية حيث ابدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية وتقديم كل الامكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي حسب ما اوضحه البيان سيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الانسانية والجرح والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة قالت الصحيفة وفقا لبيان اصدرته وزارة الخارجية ان الجزائر قدمت تعازيها لأسر الضحايا جراء الزلزال المغرب والذي اودى بحياة العديد من الضحايا نغلت الصحيفة عن هيئة المسح الجيولوجي الامريكية قولها ان الزلزال الذي ضرب المغرب في وقتا متأخر من الجمعة بشدة سبع درجات على مقياس رختر هو الاعنف منذ عام 1900 نعود الى ضيفنا من الرباط عبد الرحيم العسري سيد عبد الرحيم دعنا نتحدث عن التضامن الدولي الواسع مع المغرب وبشكل خاص الجزائر والعلاقات الجزائرية المغربية وليس فقط التضامن ولكن المساعدات لان التضامن موضوع اما الدعم الفعلي المادي المساعدات هذا موضوع اخر بالنسبة للتضامن مع الاخوة الجزائريين مع المملكة المغربية في ضل العلاقات المقطوعة من الجانب الجزائري وليس من الجانب المغربي يجب التأكيد على هذه الأمور يعني هو تضامن كان متوقعا من الشعب الجزائري يجب أول الإشارة لأن تصريحات المواطنين الجزائريين عبرت بكلها عن تضامنها مع اختبع الشعب المغربي سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو على مستوى التعليقات التي نتلقاها نحن هنا في الجريدة لم يكن يوما هناك اختلاف بين الشعب المغربي والجزائري كان هناك سعادة وفرح سواء في الفواجع أو حتى في أوقات الفرح شاهدنا كيف كان احتفل المغاربة بتتويجات كروية في الجزائر والعكس كذلك كيف فرح الجزائريين في الإنجاز التاريخ الذي حقه المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم يعني على مستوى الشعبي دائما هناك تضامن بين البلدين الجديد في اليوم هو البلاغ الذي عدرته وزارة الرئاسة الجزائرية يوم أمس وأكدت فيه على أنها مستعدة لفتح الأجواء التي قطعتها بشكل أحادي هذا مؤشر إيجابي مؤشر في العلاقات بين المغرب والجزائر ويجب الإشارة على أن المملكة المغربية وفق توجيهات وخطابات رسمية لأعلى سلطة في البلاد تؤكد على أن المملكة المغربية يدها ممدودة دائما يعني للجلوس مع الجار الجزائري بشكل مباشر لحل أي خلافات موجودة بين البلدين أشكرك من الرباط عبد الرحيم العسري رئيس تحرير موقع هز بريس شكرا جزيلا لك